طيب مع انتشار وتوسع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت كده شريحة من الناس اسمها الانفلوانسرس أو المؤثرين شريحة معظمها من الشباب منتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي ليهم المحتوى الخاص بيهم ليهم طبعا تأثير واضح بين الجمهور اللي بيتابعهم طبعا كل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي بقت هي الوعاء للمحتوى اللي بيقدموا كل واحد منهم فظهر الاول البلوجر وبعدين اليوتيوبر واخيرا الانستجرامر والتيكتوكر وكلهم في الاخر تحت مفهوم واحد وهو الانفلوانسر أو الشخص المؤثر قطاع مهم من المؤثرين دولة بيهتم بالسياحة بيكتبوا او بيعملوا فيديوهات عن زيارتهم لكل دول العالم وبتكون لها الحياة صدى كبير جدا ما بين الناس واحد من المؤثرين دول هو التيكتوكر الالماني نويل روبنسون المشهور يعني عن شكله كده شعره وكنيش كده وبيحب يرقص رأسات مختلفة وهو زي ما حضراتكم شايفين بيوثق رحلاته في دول العالم بفيديوهات ملايين الناس بيتفرجوا عليها عدد المتابعين للمحتوى اللي بيقدموا اكتر من 32 مليون متابع هذا التيكتوكر الالماني كان قد اعلن عن انه ناوي يزور مصر وفعلا لقى ترحيب من المصرين اللي بيتابعوه وفعلا بدأ زيارته المصر من كام يوم وبدأ يوثق رحلته يعني من ساعة ركوبه للطيارة لحد ما نزل للقاهرة وزي ما حضراتكم شايفين كده اهو في الطيارة وهو يعني ادى وقت لطيف جدا في شوارع القاهرة وبدأ ينشر مقاطع فيديو من اماكن مختلفة بترصد جمال مصر في ترويج غير مباشر للسياحة واختار اغنية المهرجانات او احد اغاني المهرجانات علشان يعني يحطها على بقطع اول صورة لي وهو في الطيارة وهو جاي مصر ورأس عليها بطريقة يعني لطيفة جدا واحلى حاجة بقى لما وصل القاهرة اختار حي الحسين علشان يبدأ زيارة القاهرة منه طبعا من اجمل احياء القاهرة عملنا هناك حلقتين متميزتين جدا من شوارع الحسين واذقة الحسين المختلفة